مملكة البحرين على دعمها لإصلاح الأمم المتحدة وذلك بهدف ضمان استمرار عملها وأداء مهمتها العالمية لعقود قادمة السلام والأمن العاملان الرئيسيان وراء إنشاء الأمم المتحدة ولأن مملكة البحرين تؤمن إمانا راسخا بأن إصلاح الأوطان قائم على السلام والأمن انضمت المملكة إلى هذه المؤسسة الأممية في سبتمبر عام 1971 إلا أن هذه المنظومة تواجه ضقوطات شديدة في ظل التغيرات الجيوسياسية من حولنا هذا بالضبط ما أشارت إليه كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة وسبعين كلمة مملكة البحرين شددت على أهمية تطوير ودعم هذه المؤسسة من خلال تكاتف الدول لضمان استمرارية عمل هذه المنظمة ووكلاتها وذلك بهدف حماية النظام الدولي ومن منطلق تأكيد مملكة مملكة البحرين على أهمية وجود منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة جددت المملكة في كلمتها دعمها لإصلاح هذه المؤسسة الأممية حتى تكون قادرة على تحقيق أهدافها وتطلعاتها ومجابهة مختلف الصعوبات وذلك في ظل مسيرة حافلة تجمع مملكة البحرين بمنظمة الأمم المتحدة والتي كانت المملكة شريكاً حيوياً في تطوير وتنفيذ السياسات واللوائح الدولية وعضواً فاعلاً في العديد من أجهزة الأمم المتحدة الداعمة لجهود حفظ السلام الدولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة